السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات وطالبات شهارة السنوية العامة اهلا بكم جميعا في هذا الفيديو عندنا خبر نهاردة خاص بدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اللي بيتضح من كلامه انه هو واقف جنب طلبة ومع الطلبة وبيقايد الطلبة في كل مقترحتهم وكل طلباتهم اللي بيسعوا اليها حاليا دكتور طارق شوقي جماعة بيحاول يباين انه هو بيقف بجوار الطلبة انه هو في صف كل الطلبة وفي طلباتهم اضاف دكتور شوقي خلال تصريحات ريفيزيونية يوم الخميس الماضي ان القانون الحالي وفقا لمادة 28 منذ عام 81 بيعتبر الطالب اللي رسب في اكتر من مادتين راسب وعليه ان يعيد دراسة هذا العام مؤكدا انه يسعى دكتور باطر شابول ايه بيأكد انه هو بيحاول جاهدا ويسعى دائما لتغيير هذا النظام وهذا القانون خاصة انه يجب منح الطلاب فرص في هذا النظام الجديد لكي يحاولوا لكن جرى تعطيل المقترح يبقى بيبرق نفسه دكتور طارق شاوي بيقول ان مجلس النواب هو اللي عطل هذا المقترح بعد تقديمه لمجلس النواب يبقى بيظهر جماعة من الكلام ان الدكتور طارق شاوي بيبرق نفسه من المسئولية الخاصة بهذا الموضوع واوضح الوزير انه لا يمانع من دخول الطلاب الدور التاني بدرجات كاملة مع اضافة التحسين لمن يريد تحسين درجاته في خمس او ست مواد لكن تم رفض المقترح من جانب مجلس الشيوخ هو مجلس النواب ويتم تعديله لتقديمه في الدورة المقبلة في البرلمان بعد تشجيع الرأي العام لهذه الفكرة يعني طبعا لما تلاقى مظاهرات شديدة والناس كلها قيمة عليه قال بقى دلوقت وهو بعد من تلسانه انه هو بيقيد هذا المقترح لانه اصبح رأي عام وفكرة مطلوبة من الجميع لكن طبعا المشكلة هنا انه لسه بيقول ان التعديل لسه هيتم تقديمه في الدورة المقبلة على مجلس النواب وفي البرلمان يعني فطبعا السنة الجاية امتى يعني دلوقتي نضيع ولادنا السنة دي المفروض ان كان يتم تدارس وتدارك هذا الامر مسبقا يا سيادة الوزير متابعا الوزير قائلا نسبة النجاح هذا العام 74% وهي نفس درجة او نسبة النجاح اللي كانت في سنة 2019 فالارقام مش مختلفة دي قريبا بعضها رغم اختلاف النظام الجديد هو طريقة الامتحانات والتقييم ولازم انقارنش ولادنا بسنوات التعليم الماضية بالتعليم الحالي لان كل التعليم كان بيقيس مهارات معينة ان الاب دلوقتي بيحاول يسعى لابنه فيه دروس خصوصية والحجز فيه دروس خصوصية بقول لا المفروض ما تعملوش كده ولا تجروا ورا حجز الكتب الخارجية واشراءها لكن المفروض انه كنتوا تهتموا بامر ثاني هو قياس مهارات عند الولاد الوزير بيقول احنا بندلهم منصات ومواد رقمية بتزيد يوم بعد يوم عشان نساعد بيها الطلاب طبعا بنقول ان ايه المواد الرقمية ديت وايه المنصات ديت في بعض منصات اغلبها اجل خش عليها معرفش خش عليها وبيطلب مني كمان فلوس فيعني انا شايف ان هذه المنصات يا شباب ملهاش اي قيمة لازم يكون فيه تفاعل يعني ايه اللي بيخلي الطالب يروح لمدرس خصوصي برا ما هو عشان هو مش لايه اصلا في المدرسة مدرس يشرح له ايه الحقيقة بانت ان سيد الوزير بيحاول ان هو يعني يبين وقوفه بجانب الطلبة وبيلقى المسئولية مش على نفسه خالص وانما على مجلس النواب مسئول عن هذا الامر وعن تعديل القوانين هو اذا كان عليه نفسه مونعينه ان الطالب يخش الامتحان باكتر من مادة عادي ويجيب الدرجة الكاملة اقول يباني سيد الوزير ان هو طبعا بجانب الطالب وقف صفه وانه هو مش ضده بيبرأ نفسه من اي تهمة ضده طبعا وانه هو مش ممنى خالص نظام التحسين وان الطالب يخش في اكتر من مادة في الدور التاني طبعا حرصنا على مستقبله ومصلحته في الاول وفي الاخر انه بنقول يا سيد الوزير احنا ما احناش سزج للدرجة ان احنا ما نفهمش ولا ان احنا ما نقراش ما بين السطور لا احنا وعيين وفاهمين اللي بيحصل كويس حضرتك بتقول ان المفروض ان كان في النظام الجديد اللي احنا انتهجنا دوت كان مجلس الشعبي وافق طب ازاي ايه التناقض بتاعك وده كنت حضرتك قلت انا بنتهج نظام يبقى مفروض يمشي مع هذا النظام القانون الفلاني 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 حرصا على ابناء هذا الوطن ومستقبلهم حرام ان احنا نسمع يوم بعد يوم حالات يعني ده غيوب عن البيت وانه فيه ولاد وبنات بيتخلصوا من حياتهم طبعا ده ما يرضيش اي حد والمسئولية اولا واخيرا على عاطق وزير التربية والتعليم شخصيا ان خسارة ان خيرة شباب هذا الوطن يضع مننا واحنا واقفين يتفرج عليه لازم نعدل القوانين يعني تعديل فوري وحاسم عشان خاطر ابناءنا الطلبة والطالبات اللي احنا المفروض عايزين نحافظ عليهم وما يضعوش من ايدينا لانه هم سمرت هذا المجتمع واللي هيقوم على اكتافهم تقدم ونمو هذا الوطن اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله